يا جماعة تخشوا على الوبصائد بتاع منظمة الصحة والأغذية الأمريكية بتاع المدى اللي أنا مدوره في الخط الأحمر ده الدائرة الحامرة دي بيقولك إيه إمتى ما نعملش الليزك ليا إمتى وبوضوح شديد لو أنت أقل من 18 ل 20 سنة طب ليه المياعة؟ يعني ليه 18 ل 20 سنة؟ لأن إحنا كتير منا عند سن 18 سنة 18 سنة بيحصل ثبات في مقاس نظره بيحصل ثبات في جسمه ما بتورش عن كده مقاس في مقاس جزمته ما بزيتش عن كده وخلاص واستمر على كده طول حياته فأنا وعندي 18 سنة وعندي مقاسات النظر في الست شهور اللي فاته ولقيتني أن أنا نظر مستقر يجوز وأصلح معناش مشكلة لكن إمتى مش لك لو أنت أقل من 18 سنة؟ بوضوح شديد والكلام ما فيهوش هزار كلام ده الصايد ده بيبقى بديتة كل أسبوعين يعني كل أسبوعين في حاجات جديدة كده دي حاجات historical وثابتة وقوية خلاص؟ ودي الممارسات اللي هي اللي فيها الإطار اللي احنا المفروض نتحرك فيه تمام؟ فأرجوكو يا جماعة لو سمعت وغير كده أقفوا وطلبوا توضيح واعرفوا المدى المشاكل البعيدة اللي هما ما بتعمل مفيش مشاكل بأبعد من كده فبالتالي لازم ناخد بالنا جدا 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 أن احنا لا نقمر ولا نغامر بعيون أطفالنا أنا يعني بلغته وربنا شاهد علي وبعد كده من اللي انتوا عايزين